بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترينج أفرحنا كلها سوبر واحتفالتنا سوبر وأيامنا كلها سوبر سوبر في جميع الألعاب سوبر في جميع الرياضات سوبر الأخلاق سوبر المبادئ سوبر الانتصارات والبطولات النادي الأهلي دائماً وأبداً بيكتب التاريخ وكتاب التاريخ يومياً يفزداد عدد الصفحات اللي فيها الألقاب والبطولات والمواقف الرجلية اللي بالتأكيد النادي الأهلي ستتخذها خلال السنوات الأخيرة مبارح كان احتفالنا بسوبر فريق الكورة اللي كان عنده مباراة مع بيرامدزي في نهاء السوبر اللي اتلعى فيه أبو زبي والنهاردة بنحتفل بسوبر كرة اليد بعد فوز الأهلي بالأمس على الزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد ومن ثم تأهل الأهلي للعام التاني على التوالي إلى كأس العالم للأندية الفوز بالسوبر لم يكن الأول وإن شاء الله بإذن الله مش هيكون الأخير ولكن للسنة التانية على التوالي النادي الأهلي بيفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الزمالك وبيتأهل لكأس العالم للأندية الانتصارات دي على فكرة لا تأتي من فراغ هي عبارة عن تخطيط ودراسة وعلم وعمل جماعي لعائلة الأهلي بتبدأ من الهرم بداية الهرم من رأس الهرم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قطاع النشاط الرياضي الألعاب النشاط الرياضي بداية بقى السلة الطائرة اليد وما أننا بنتكلم على حدث مهم جدا إفريقي دولي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد أكيد قطاع النشاط الرياضي يشتغل وحضر بشكل كويس جدا السنة دي سنة استثنائية على فكرة في جميع المجالات مش بتكلم بس على مجال الكورة لا ده كمان على مجال الألعاب الجمعية شوفوا انتصارات السلة والطائرة واليد انتصارات الكورة اتنين سوبر بطولة كاس سيمي فاينال دوري أبطال إفريقيا الزعامة وتصدر الدوري من أجل استعادة اللقب المفقود خلال آخر سنتين فهنيئا لكل جماهير النادي الأهلي هذه الأفراح وإن شاء الله مستمرة معانا حتى نهاية الموسم سوبر مبارح سوبر النهاردة وفيه سوبر جاي بس في توقيت معين هنقدر نشرح التفاصيل لأن الأهلي دائما وأبدا الناس حطا في مكانة مكانة سوبر مش بطولات بس هي مكانته كده الأهلي مكانته كده الأهلي مكانته أنه دايما هو رقم واحد هو السوبر المصري والسوبر العربي والسوبر الإفريقي وقريبا قد يكون سوبر دولي على حدث رياضي وقروي كبير جدا جاري الإعداد ليه خلال الفترة اللي جاية مبروك لأسرة كرة اليد مبروك للنشاط الرياضي برئاسة الكابتن خالد العوضي مجلس الإدارة جماهير النادي الأهلي الجهاز الفني اللاعبين الكل اشتغل على تحقيق لقب مهم جدا وبإذن الله نبركلهم خلال الأيام اللي جاية بعد الفوز بكأس الكؤوس الإفريقية اللي بينظمها الأهلي خلال الأيام القادمة على صالة الأمير عبدالله الفيصر حالة النهاردة براجب الترند بالتأكيد فيها تفاصيل مهمة جدا وكواليس وأخبار مهمة وبالأمس كنا فتحنا ملفات واتكلمنا في قضايا وبالليل اللي احنا قلناه اتقالم بارح في كل البرامج بالليل عشان تعرفوا اللي احنا دايما بنحاول نجيب لكم المعلومة والأخبار الصادقة والصحيحة من مصدرها للينا في الهبد ولا الترند السلبي على السوشيال ميديا ودايما ثقاتنا فيكو زي ما ثقاتكو فينا اللي احنا بنجيب لكم الخبر السليم والخبر الصحيح وان شاء الله بإذن الله نبارك لبعضنا يوم الجمعة اللي جاية في لقاء الزهاب على حساب التراجي في رادس في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكن بسرعة نروح له سؤال لحلقة النهاردة من برنامج الترند وعايز اعرف رسالتكو للاعبة الاهل والجهاز الفني قبل السفر الى تونس غدا ان شاء الله استعلاد على مواجهة التراجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الرسالة اللي هتوجهوها شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من رسائلكم اللي هتوجهوها للعيبة والجهاز الفني لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العنوية في ترند الأهلي الفريق يبدأ تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة التراجي وكمان والبعثة تطير غدا لتونس برئاسة محمد الضماطي وأخيرا عمر مرموش يكتاز الكشف الطبي لانتراخت الفرانكفورت طيب مباريات اليوم النهاردة في استكمال مباريات دوري الاتنين وثلاثين لكأس مصر ساعة ستة في مبارتين والساعة تسعة في مبارتين ساعة ستة انبي هيواجه لافينا افسي البنك الأهل هيواجه شبان المسلمين هنا ساعة تسعة المقولين العرب علاقة بالحمام الساعة تسعة أيضا المصر البرسعيدي علاقة بترول أسيوت طيب مباريات الدوري الانجليزي وفي هذه الأثناء وأنا معاكم على الهواء مباشرة في مباراة بتقام ما بين فولهم وليستر سيتي والساعة سبعة ونص برايتون بيستضيف في إيفرتون والساعة العشرة من مساء اليوم في الصهرة نوتينج هام فورستي بيستضيف في ساوث هامبتون مباراة مهمة بالتأكيد وكل تركزنا بالطابع على المباراة القمة الأهم إن شاء الله الجمعة الجاية ساعة عشرة مساء بتقويت القاهرة مواجهة التراج والأهلي في زهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نخرج إلى فاصل ونرجع بعد الفاصل لأنه عندنا تفاصيل ومعلومات وأخبار كالعادة هتسمعوا مننا لأول مرة لسه بنبدأ اليوم الصبح ولسه بنقول صباح الخير فجأة كده نلاقي المواقع والأخبار والسوشال ميديا إلحق يا جدع كولر رايح أهل جدة لا 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 ده حمد فتحي رايح قطر لا 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 ده كولر طرب بدر بنون إيه اللي حصل؟ هو في إيه؟ هو المسلم خلص هي الانتقالات الشتوية أو الانتقالات الصيفية خلاص على الأعتاب يعني بدأت ده لسه بدر يا جماعة وبعدين كولر إيه اللي رايح أهل جدة يا جماعة ده لسه الراجل مرتبط بدور أبطال إفريقيا ومرتبط بالدور العام ولسه في عقده فترة وبعدين فيه بيتسو موجود في أهل جدة على كنت بقى مستني يقولك إيه؟ كولر رايح أهل جدة وبيتسو مسيماني جاي الأهلي وحمد فتحي رايح قطر وبدر بنون راجع الأهلي هو مين مهندس الصفقات دي كلها؟ يعني مين اللي قاعد بيهندل العملية بالشكل ده؟ بأي عقل يعني أول ما نصحى كده وفي منتصف الإسبوع ولا اللي احنا لسه في أول الإسبوع يقولك إيه إلحى فيه انتقالات ولعيبة رايحة ولعيبة جاية وعندنا ماتشف دورة أبطال إفريقيا وحمد فتحي ينتقل فين؟ يعني أولا ما فيش أي عروض النهاردة الحالة على فكرة فيها تفاصيل كتيرة جدا بخصوص الصفقات والانتقالات وتريند الأهلي النهاردة يمكن قدر إمكان أنا وزملائي في الإعداد حاولنا نشوف يعني أكتر المواقع اللي ركزت وكتبت سواء بتقول المعلومة أو بتنفيها أو بتأكد عشان نعرض لحضراتكم التصور العامل الموجود في السوشيال ميديا ولكن فكرة النصحة الصفحي كده على انتقالات مدربين ولاعبين وإحنا لسه في أول خمسة ده الدورة لسه طويل هيخلص في نهاية سبعة ودورة أبطال إفريقيا ندخلها على مراحل حاسمة يعني سيمي فاينل وفاينل يعني بصراحة السوشيال ميديا كده أو المواقع أحيانا لأن السوشيال ميديا برضو بتبقى إنعكاس على اللي بيكتب في المواقع الناس بتكتب في المواقع والسوشيال ميديا بتاخد لما بتبقى السوشيال ميديا أو البتجات بتكتب حاجة بنقول لك لا البتجي الفلاني قال كذا أو في صفحة كتبت كذا والمواقع خدت منها لأن في مواقع ساعد يعني ما بتستفيدش أو ما بتحاولش تاخد المعلومة من مصدرها فلما بتطلع أي أجذوب على السوشيال ميديا يقول لك يخدها اكتبها خبر وعايزين إراية ومشاهدات والترافك اللي انتو عارفينه عشان يبقى ترند في النهاية المعلومة والخبر أيا كانت بقى صحتها أو من عدمها ولكن فكرة أن يكون فيه صفقات وانتقالات وكلر نحن وصلنا لمرحلة من كلر كمان رايح الدور السعودي لسه 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 عندنا دوري يا أبطال إفريقيا والدوري والرجل ده ان شاء الله احنا متفقلين بيه من أول يوم وانا من البداية هنا والله حتى من قبل ما ينزل الملعب لما قريت عنه لما شفت استقباله في النادي وكلامه وزيارته من المطار للتدريب على طول في ملعب التيتش ويشوف المكونات النادي ويدخل يشوف صالية الجيم وملعب التيتش لا رجل جاي يشتغل الرجل بقى له فترة كان عامل عملية ومشتاء وجعان بطولات وبالمناسبة هو قال كده في قط اللبس للعيبة عقب مباراة السوبر قال لهما أنا جعان بطولات لسه عندنا بطولات كتير فده يندل على شيء بيدل إن احنا إن شاء الله بإذن الله عندنا مدرب فيه يعني تفاصيل كتيرة ممكن ناخدها منه الفترة الجاية سواء على المستوى الفن أو على مستوى البطولات مدرب على فكرة مارين يعني مارسل كولر مش مدرب تقدر تقول إنه هو حاد جدا في تعاملاته مع اللعيبة لا يعني مدرب مارين شوية في أوقات بيهازر وبيضحك وفي أوقات بيبقى جاد جدا فإن شاء الله بإذن الله أنا متفائل على مستوى الشخص وكل جميل الأهل متفائلة بالقيادة الفنية للجهاز الفني بقيادة تامارسل كولر طيب نروح بقى للموضوع الثاني اللي احنا نبرع الحمد لله انفرضنا به وكان نرد على الأكاذيب والهبد اللي بيتكتب سواء من زملاء بقى صحفيين أو حتى من السوشيال ميديا ولكن أنا قلت لكم هنا احنا ما بنقولش إلا المعلومة الصادقة والصدق دايما مش هتسمعه إلا مننا هنا لأن الكلام الكتير اللي بيتقال بره بيبقى الهدف منه للأسف إيه بروباجاند يحاول بس إيه يرش لك شوية طراب على الكريمة اللي انت بحقها والفوز بكاس السوبر فكل الكلمة اللي انا نبرح قلتها على موضوع تقنية الحكم الفيديو المساعد الفار وأنها مش موجودة في مباراة السوبر ومن الأهل وبرمجز كل ده كتطلع كلام فارغ وخزعبلات وأجذوبة للأسف يعني أنا مش عايز أقول أكتر من كده ولكن خبر في تفاصيله أجذوبة والهدف معروف منه وبدون الكشف عن المصادر يعني امبارح في ناس طلقة تتكلمت بنفسها امبارح الكابتن محمد فاروق نايب رئيس لجنة الحكام وكان مرائب الحكام في مباراة الأهل وبرمجز طلع يتكلم وده أنا كنت طلبته على المستوى الشخص امبارح هنا لما عرضت في برنامج التريند قلت إحنا كإعلاميين أو كدورنا الإعلامي نحاول نقول المعلومة السليمة للجماهير ولكن انت كمسؤول لازم تطلع ترد على الأكاذيب اللي بتتقلدي وبالفعل الكابتن محمد فاروق طلع رد وبشكره على الهواء مباشرة انه مبارح خرج بنفسه وطلع رد وقال كمان ان المفروض فيه بيان هيصدر من الشركة المنفذة لتقنية الفار في استاد محمد بن زايد واتمنى ان يكون فيه تحرك قانوني من اتحاد الكرة تجاه من تحدث وقال ان المباراة اتلعبت بدون تقنية الفار لان هو دايما متعود ان يقول اخبار كاذبة يعني فكرة ان هو يدعي الصدق ويقول ان انا بقول اخبار محدش يعرفها للأسف اخباره كلها كاذبة كابتن محمد فاروق طلع نافها ده مبارح وانا مبارح مش هكشف المصادر بس تواصلت مع مسؤولين خارج مصر في مسألة تقنية الفي ار عرفت عدد الكاميرات اللي كانت متوصلة بعربية الفار وقلت حوالي 20 كاميرا او 20 كاميرا بالزبط التقنية تصورت بكاميرات تقنيتها 8K يعني مش HD ولا Full HD ولا 4K لا 8K والحكم الاماراتيو كانوا شغالين مع حكم الملعب الكابتن محمود البنة وقلت ان حصل تواصل في 3 ا4 لعبات والكابتن محمد فاروق طلع قال ان حصل تواصل وكان في اكتر من اللعبة كان بيتم المراجعة ولكن الناس متعودة ان الفار في مصر هنا عشان يراجع ممكن ياخد شود بالكامل فالوضع مختلف فما حسوش ان الفار موجود لان هناك المراجعة سريعة التقنية بيتم استخدامها تبقى يعني لاحدث نظام بيستخدموا الاتحاد الدولي طبعا حصل اكتر من تعديل على التقنية في استخدام الادوات نفسها في فيرجان 5 و4 3 2 1 الفيرجان 1 ده اللي تنفس في كاس العالم في الضوحة فاللي بيطبع في اسيا وفي الامارات تقدر تقول الوان او تفاصيل معينة في الفيرجان 2 لكن احنا في مصر هنا كنا شغالين على فيرجان 5 لسه السنة دي بنطور وبنوصل للفيرجان 4 فعلى ما نوصل للفيرجان 2 أو 1 هيكون بقى على كاس العالم 20-26 في امريكا يكونوا هم تخطوا خطوات 3 ا4 تحديثات في التحديثات المتأخرة عشان كده حتى الناس اللي بتحاول تطلع تتكلم في معلومات ما عندهاش تفاصيل ما عندهاش معلومات ما بتقراش ما بتتبعش لكن الحمد لله بيبع عندنا مصادر بنقول لكم التفاصيل وانبارح اللجنة طلعت اعلنت احنا اللي احنا قلناه انبارح وللأسف الاكاذيب دي هتفضل مستمرة عشان في ناس عندها غرض ان هي يعني تحدف شوات تراب كده على اي كريمة وعلى اي ترطاية حلوة الاهلي بيحققها او حتى جمهور الاهلي بترسم سنفونية رائعة في الملاعب سواء داخل مصر او حتى خارج مصر اتمنى في النهاية ان يكون فيه تحرك من اتحاد القورة بشكل قانوني تجاه الاكاذيب اللي اتقالت دي لان الاكاذيب دي هتستمر كتير خلال الفترة اللي جاي طيب الحاجة التالتة ودي كانت بالنسبة لي غريبة جدا في غمرة المنافسات وزحمة الاجندة الدولية كلنا كنا عارفين ان احتمال السوبر الموسم اللي جاي هيتلاعب بنظام مختلف يعني مدل ما يكون بطل الدور وبطل الكاس هيتلاعب ما بين اربع فرق على غرار السوبر الاسباني اللي بيتنظم السعودية خلال السنةين تلاتة اللي فاته بيبقى اربع فرق بطل الدور والوصيف وبطل الكاس والوصيف او لو عايز تعمل يعني فرصة مختلفة شوية ممكن بطل الدور والوصيف وبطل الكاس وكاس الربط ده اللي احنا فاهمينه لكن امبارح خرج التصريحات من دكتور اهاب الكومي عضو اتحاد الكرة وقال فيها ان السوبر هيفضل بنفس النظام بطل الدور وبطل الكاس والاربع فرق اللي هيشاركه مش هتبقى بطولة سوبر اسمها بطولة نخبة يعني احنا حطينا بطولة زيادة انا بتعامل مع التصريحات اللي اتقالت ايا كان بقى هو قال معلومة صح معلومة غلط ولكن هو عضو في اتحاد الكرة قال معلومة المفروض ان هي معلومة مصدقة بالنسبة لنا وشبه قرار عضو الاتحاد لما بيطلع يقول معلومة هو بيقول قرار ما بيقولش معلومة او وجهة نظر ده بيقول قرار تم اتخاذه فاحنا عندنا دوري وعندنا كاس مصر وعندنا كاس الربطة وعندنا كاس السوبر حسب كلام دكتور اهاب الكومي وعندنا كاس عايب اسمه كاس النخبة خمس بطولات طيب التوقيت اللي قال فيه اللي هتتلاح في البطولة دي في شهر عشر انا اشك وسجلوها النهاردة هو علي ان النهاردة كان في الشهر تمانية مايو يعني قبل خمس شهور من شهر اكتوبر اتحدى ان تتلعب بطولة بالمسمدة بخلاف بطولة السوبر في شهر عشر ليه وبرضو ده غريب بالنسبة لي ان الاتحاد الكورة مش عارف الاجندة يعني فكرة انك تلعب بطولة من اربع فرق محتاجة على الاقل تمن ايام تمن ايام في شهر اكتوبر ده يبقى صعب جدا ليه بقى لان من تسعة لسبعتاشر اكتوبر دي اجندة دولية دي اجندة دولية طيب من تلتاشر لواحد وعشرين نوفمبر اجندة دولية اوكي اتفقنا اتفقنا طيب من سبعتاشر اكتوبر لتلتاشر نوفمبر في حدثين مهم جدا الناس تعرفهم مننا دلوقتي اولا جرع العرف طبعا ان الاهلي الزمالك بيرامدز فيوتشر دول اكتر اربع اندية بيبقوا فيه منافسة على الدوري منافسة على الكاس منافسة وتواجد في كاس الرابط فبالتالي كاس النخبة بنسبة تسعة وتسعين في المية مش يخرج عن الاربعة دول طيب الاربعة دول عندهم ايه في شهر عشرة خلاص احنا قلنا الاجندة من تسعة لسبعتاشر اكتوبر فاحنا عندنا الفترة من تمنتاشر اكتوبر لأول اسبوع في نوفمبر ايه اللي هيحصل فيه هتتلعب مباريات دوري ابطال افريقيا مباريات دوري ابطال افريقيا الزهاب والعودة في الدوري التمهيدي التاني اللي هو كما يطلق عليه الدوري الاثنين وثلاثين تمام؟ اوكي جاهزين للمفاجأة دوري السوبر الافريقي هيتلعب ست مباريات من يوم سبعتاشر اكتوبر للاسبوع الاول من نوفمبر هيبقى فيه دور تمانية وسيمي فاينال وفاينال زهاب اياب زهاب اياب زهاب اياب ست مباريات هتبدأ من دور التمانية لغاية الفاينال الاهلي مشارك في دور السوبر اول مباراة ليه في دور السوبر هتكون بعد نهاية الاجندة يوم سبعتاشر اكتوبر وبالتالي المنتخب عنده شغل من يوم تسعة لسبعتاشر اكتوبر بعد سبعتاشر اكتوبر نبدأ دور السوبر الافريقي للقرع بتاعته هيتم تحديد معادها لاحقا فدور السوبر من بعد سبعتاشر اكتوبر طيب الاهلا يلعب مباراة في دور التمانية ممكن يواجه سيمبا ممكن يواجه إنيينبا نيجيري ممكن يواجه مازينبي الكونغولي ممكن يواجه بترو أتليكو الأنجولي طب ده دوري التمانية هيتلعب لقاء زهاب مثلا 20 أكتوبر أو 21 أكتوبر ولقاء عودة مثلا 26 أو 27 أكتوبر هتوصل للسيمي فاينال هيتلعب مثلا من 1 ل 5 نوفمبر أو من 30 أكتوبر لأربعة أو 5 نوفمبر ممكن تواجه ساعة تباعة سانداونز الرجاء الوداد أي أن كان إلا هيتأهل مع كده عندك مباراة نهائية المهم البطولة تخلص قبل 13 نوفمبر قل إنت بقى من إين هتجيب وقت لبطولة النخبة اللي أعلن عنها مباراة الدكتور إهاب الكومي مش عارف طيب ده بالنسبة للأهل عندك الزمالك بيرامدز فيوتشار لو هم لا يكون موجودين في بطولة النخبة عندهم مطشاط دوري 32 في دور الأبطال وكاس الكونفيدرالية حتى الآن فيوتشار موجود في دور الأبطال طبقا لترتيبه في المركز التاني بيرامدز الزمالك موجودين في الكونفيدرالية سواء تم اعتماد نتائج الدور الأول أو حتى نتائج الدور الثاني لما الدور يخلص في نهاية سبعة فأنا مش عارف الناس بتطلع تتكلم على موعيد بطولات بدون ما تبص في الأجندة خلال الفترة اللي جاية عموما الأجندة اللي جاية صعبة جدا عندنا كاس أوم إفريقية من 12 يناير ل10 فبراير فمش عارف البطولة الزيادة دي هتبقى ازاي مع كاس السوبر أنا كنت متوقع نهاية كاس سوبر لكن نخبة مع كاس السوبر دي معلومة جديدة لكن دورنا الإعلام اللي احنا لازم نلفت انتباهي السادة المسؤولين أن الأجندة يا جماعة فيها تعادلات وفيها مفاجئات خلال الفترة الجاية لو ما جات لكمش رسمي خدوها مني رسمي دي موعيد دور السوبر مع موعيد دور عبطال إفريقية في الفترة من 17 أكتوبر ل13 نوفمبر آخر حاجة بلما أطلع فاصل لو الأهلي لعب في شهر إبريل خمس مباراة في الدوري بس كنت لقيت برامج كتير وصحفيين كتير بيتكلموا إزاي الأهلي مرايح الفترة دي كلها لو الأهلي ملعبش مباراة من 26 إبريل لتسع مايو كان زمان النهاردة في حلقات بتتسجل على فكرة إن إزاي عامر حسين واتحاد القرى مرايح الآلي كل الفترة دي مش هشرح وقول تفاصيل كتيرة بس رجعوا شوفوا شهر إبريل المنافس لعب كان مباراة في الدوري ومن 26 إبريل لتسعة مايو مرايح الفترة دي كلها ليه؟ ولما اعتذر عن السوبر ليه ملعبش مباراة في الدوري مع العلم اللي إحنا وصلنا في الدوري للمرحلة السبعة وعشرين والتمانية وعشرين في حين إن المنافس لعب لغاية الجولة الخمسة وعشرين الراحة دي كلها ليه؟ محدش يعرف من 26 إبريل لتسعة مايو مفيش مباراة في الدوري ليه؟ محدش يعرف لكن لو الأهلي في المرحلة دي وبعدد المباراة دي كانت عملت حلقات إزاي الأهلي بيتمهم جملته من اتحاد الكورة ومن إدارة المسابقات ومن ربطة الأندية إحنا بس بنسجل موقف عشان نفكر الناس النهاردة إحنا بنكلمهم تمانية مايو شوفوا في شهر إبريل المنافس تهب كم مباراة شوفوا مرايح من 26 إبريل لتمانية مايو كم يوم؟ ليه؟ والأسباب إيه؟ محدش يعرف في حين إن بيرمز رجع بعد ما أنقذ الموقف ولعب السوبر وطلب تأجيل مباراة اتقالوا رد مش هينفع نأجل بصوا على جدول الدور والترتيبات هتلاقوا لوضع للأسف مفهوش عدالة بس الناس بس بتتكلم لما يكون الأمر بيخص الأهل وبيلعف بطولة إفريقية يعني الأهل مثلا مش قاعد مرايحهم أجز ما عندوش مسابقات قرية لا ده عنده بطولة إفريقية لكن غيرنا ما عندوش حاجة خالص فبيعمل فترة إعداد جديدة بسجل موقف عشان لما يبقى فيه راحة للأهل ما بين مباراتين في إفريقيا زهاب وقياب محدش يطلع يتكلم تاني لأن دي ليحة لكن الراحات اللي موجودة دلوقتي ما لهاش علاقة بالليحة ليه علاقة بحاجات تانية أنا مش عارف بصراحة أسبابها إيه عموما نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف أخبار الأهلي وبداية الاستعدادات النهاردة لمواجهة الترجي قبل السفر إلى تونيس غدا بإذن الله طيب دلوقتي موعدنا مع تريند الأهلي وزي ما قلت في بداية الحالة نصحيت الصفح النهاردة لسه بنقول صلاح الخير الحق يا جدع كولر رايح جد السعودي مش عارف حمد فاتح عرض في قطر الأهلي طلب بدري بنوني يرجع من تاني في تفاصيل كتير قوي فالنهاردة في تريند الأهلي هنركز على كل الأخبار اللي تقلت عشان عندنا ردود عليها بشكل رسمي البداية كانت مع حساب قنوات الكاس وحساب قناة الكاس القطرية نشر على حسابهم في تويتر قالوا أن حمد فاتحي لعب النادي الأهلي المصري تلقى عرضا من أحد أندية دورينا يعني أحد الأندية القطرية احنا بنأكد لكم من خلال برنامج التريند لا توجد أي عروض رسمية وصلت للأهلي أو لحمد فاتحي حتى هذه اللحظة عرض رسمي مفيش ممكن يكون أحد الوكلاء كان تواصل مع أحد الزملاء هناك وقال المعلومة وارد لكن احنا بنتكلم عن المستوى الرسمي لا الأهلي تلقى عرض ولا حمد فاتحي تلقى أي عرض رسمي بخلاف كل ذلك أنت عندك حدث مهم جدا للفترة الجاية سيمي فاينل وفاينل بإذن الله دورة أبطال إفريقيا فأكيد تركيزك كله على نهاية المشوار الإفريقي لأن أنت عايز تستعيد لقب خسرته العام الماضي بالإضافة لكل ده حمد فاتحي أحد الركاز الأساسية يوم ما تفكر مثلا في رحيل لعب بيبقى ليها مواصفات تانية وخطط وترتيبات تانية خالص لكن أنا أبقى أكيد لكم حمد مستمر والخبر غير رسمي حتى الآن حساب يلا كورة مصدر بالأهلي يلا كورة لا توجد عروض قطرية لضم حمد فاتحي يعني كمان الزملاء في يلا كورة تواصلوا مع مصدر رسمي في النادي الأهلي وقال لهم ما فيش أي عروض قطرية لحمد فاتحي حمد واحد من أهم نجوم الكورة المصرية والنادي الأهلي وبالتالي فكرة الاستغناء عنه لمجرد أن وكيل يعرض أنه ممكن يكون فيه عرض من أحد الدوريات الخليجية أعتقد مش هيكون فيه موافقة عليها لأن الأهلي أكيد بيشتغل على التدعيمات مش مسألة رحيل أو بيع اللاعبين في ظل أن أنت عندك لو البطولة دي إن شاء الله بإذن لك كانت من نصبنا عندك كاس عالم أندية في السعودية نهاية هذا العام عندك كاس عالم أندية خلال سنتين بتحضر له بشكل مختلف عشان تقدر تعمل فيه إنجاز عندك دور السوبر إفريقي عندك مناسبات كتيرة جداً مش الأهلي اللي يبقى لعيبة الأهلي بيدعم عشان يكسب بطولات ويفرح جماهيره طيب حساب كورا بلس وابتدى الكلام على الترتيبات للفترة اللي جاية كورا بلس من خلال حسابهم على تويتر قالوا أنه كولر بيجهز خالد عبد الفتاح لمرجز جديد في مباراة التراجي بدور أبطال إفريقيا كلنا عارفين أن ياسر إبراهيم بعد العودة من المغرب ما لعبش لقاء السوبر في أبو ظابي نتيجة الإصابة كان عنده التواء شديد شوية في الأنكل فما كانش جاهز هل يلحق لقاء التراجي في تونس حتى الآن دكتور أحمد أبو عبلا ما أكدش رسميا أن ياسر يلحق حاجة تانية إصابة محمود متولي وحالة الإغماء اللي اتعرض لها عقب نهاية لقاء السوبر في أبو ظابي أكيد في فحوصات وفي ترتيبات بيتم متابعتها مع محمود متولي هو بخير والحمد لله ودكتور أحمد أبو عبلا طلع وطمننا على حالته في أكتر من مناسبة خلال الساعات الأخيرة ولكن فكرة أن يلعب مباراة تانية بعد المباراة اللي سقط فيها مخشى عليه بعدها بأسبوع بيبقى لها حسابات طبية معينة ممكن يكون موجود برضو دي مش مؤكدة ولكن لو غاب ياسر وغاب محمود متولي إيه الأفكار اللي ممكن يلعب بيها كولر في ظل كمان أن رامي ربيعة في مباراة بيرامدز في نهاية الكاس تعرض لإصابة في الكتف وبالتالي الغادة دلوقتي لسه مش جاهز فغياب رامي غياب ياسر غياب متولي مع وجود محمد عبد المنعب أقرب الوجوه اللي ممكن تكون موجودة خالد عبد الفتاح ولكن سبقى الأوانها فكرة الحديث على فكرة المساك التالي اللي هيكون مع عبد المنعب لسه في تدريب النهاردة الاتنين التلات الاربع الخميس ففيه أربع أيام أكيد هيكون فيها مستجدات كتير أنا بس حبيت أشرح لحضراتكم الموقف بالكامل عشان الناس تبقى زهنياً حضرة معانا الأحداث لغاية مباراة الجمعة اللي جاية حساب المصر الرياضي بيقولوا الأهل يتوصل إلى اتفاق مع حسين الشحات لتمديد عقده ثلاث سنوات طب والله كويس ما قالوش إنه هو جايله عرضه وماشي يعني قالوا إن حسين هيجدد ومكمل مع الأهل فده كويس خبر يعني إيجابي شوي فيه إطار إن حسين مكمل مش الأهل عاي يعرضه للبيع أو الأهل عايستغنى عنه أو الأهل حتى ما توصلش الاتفاق وحسين عاييمشي فإن شاء الله حسين هيكون مكمل في الأهل اللي استغنى عن حاجات كتيرة قبل ما ييجي الأهلي تجديد تعاقده أعتقد مش هبقى فيه أي أزمة الوطن سبورت أزمة كبيرة في الترجي بسبب معلول قبل مواجهة الأهلي طب هناك كلام على نبيل معلول مش علي معلول كلنا عارفين وتابعنا الدورة التونسي آخر مباريات لمرحلة البلاي أوف التتويج ترجي خسر مباراتين متتاليتين خسر من السفاقسي اللي بيقوده حالين الكابتال حسام البدري وخسر من الأفريقي بالأمس على ستاد دارادس وأصبح ترتيب الترجي في الدورة التونسي حاليا الرابع والمسافة بينه بين الأول النجم السحلي بتوصل لحوالي مباراتين ومرحلة البلاي أوف عرض المبارات فيها قليلا اللي ده مرحلة التتويج عرض الأندابي بأوليل مش بنفس مرحلة الدور الأول ففيه أزمة فنية متعلقة بالترجي بسبب النتائج السلبية اللي اتحققت حاليا في ظل قيادة فنية مع كبت النبي المعلول هل ممكن يرحل؟ هل ممكن يتم التعاقد مع معيني الشعباني؟ دي كلها أخبار وتقارير جاية من تونس ولكن إحنا مركزين في فرقتنا بغض النظر عن نتائج الترجي في بطولة الدوري ولكن الترجي عنده أمل إنه يعمل حاجة في بطولة أفريقيا غياب جمهور ممكن يكون تحدي وحافظ ليه فلازم نعمل حسابنا المباراة جاية مباراة صعبة ومبلاش القياس على نتائج الترجي المحلية ممكن تكون موجودة أفريقيا نركز ونلعب مباراة كبيرة عشان نقطع نص المشوار من رادس قبل العودة للقاهرة حساب باكورا إليفن كولر وضع البدائل في صفقات الصيف رباع الأهلي على أعتاب الرحيل في مريكاتو الصيف وعلى رأسهم ديانج وأفشا نفسي أعرف والله الناس بتجيب الكلام دا منين يعني بص بقى الرباع اللي بيقولوا عليهم مين أحباد عبدالقادر أليو ديانج السلية محمد مجد أفشا أنا هرد لا أنا مش هرد ارجعوا للتصريحات اللي قالوها عاقب مباراة الصوب وعتلاقي كل تصريح من دول بيكذب الخبر ده اللعبة مكملة عبدالقادر الكلام على عرض ساسكا موسكو الروسي قالك أنا مكمل ومركز مع الأهل واللي دارة شايفها هي اللي تعمله قالي يو ديانج قالك إشعاعات كتير بتتقال علي وأنا في عروض وعايز أمشي والكلام دا غير صحيح وبفرصة أن أنا أتكلم وأن في كل اللي بيتقال أفشا في مرحلة تجديد التعاقد وفي الرطوش الأخيرة في الاتفاق على التفاصيل عمر السلية لسا مجدد ولسا ممدد العقد يمشي فين مش عارف الأخبار دي تيجي منين وفي توقيتات بصراحة أنا شايفها يعني غلط جدا ولما بنشوف المواقع العربية برة بتتناول إزاي الأخبار بالفرق اللي بتشارك في البطولات الإفريقية سواء في المغرب أو تونس أو الجزائر والله العظيمة بشوفش كل الأخبار دي بلاي دعم دعم كبير جدا من الإعلام برة لكل نادي موجود وبيمثل البلد في البطولة الإفريقية طيب الوطن سبورت ودكتور أحمد أبو عبلا النهاردة كان ليه تصريح مهم جدا بخصوص موعد عودة أكرم توفيق وكريم فؤاد أكرم خلاص في المراحل النهائية ممكن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي في نهاية شهر 6 فده كويس جدا لو الدورة يخلص في أول 8 أو نهاية 7 ممكن ياخد آخر مباراتين لو الدورة حسن بشكل رسمي مبكرا لصالح النادي الأهلي كريم فؤاد لسه مدت الغيابة هتطول شوية بعد أكرم توفيق لكن إن شاء الله اللي اتنين هيكونوا جاهزين مع بداية المسلم اللي جاي إن شاء الله مفتقدين كتير كريم وأكرم على مستوى اللعب الجماعي على مستوى الفنيات على مستوى الأخلاق على مستوى حاجات كتير جدا الروح بتاعتهم كمان في النادي الأهلي بتفري بشكل كبير طيب إنفو ماجازين كان النهاردة عملت إحصائية على ملوك الصلاة مين هم ملوك الصلاة؟ دايماً العنوان ده بيتقرر كتير ملوك الصلاة بالنتائج وبالأرقام الزمالك بيقدم موسم كارثي بمعنى الكلمة مش بس في كرة القدم لكن كمان في ألعاب الصلاة تفوق كاسح للأهلي في مختلف الألعاب ملوك الصلاة موسم تاريخي للأهلي ومفجأة وحيدة في الطيرة الأهلي لو بنتكلم على اليد رجال لأهلي فاس بالدوري بالكاس بالسوبر الإفريقي يد سيدات الدوري والكاس سلة رجال الدوري والكاس سلة سيدات الدوري والكاس والسوبر طيرة رجال السوبر المصري والبطولة العربية طيرة سيدات الدوري والسوبر المصري في الزمالك يعني أربع بطولات سوبر يد رجال دوري وكاس في الطائرة رجال والكاس في الطائرة يا سيدات 14 لأربعة يعني نسبة وتناسب بعيدة جدا تقولك مين هو ملوك الصلاة واضحة جدا الأهلي ملوك الصلاة في الفترة الأخيرة المصر الرياضي وتصرحات مهمة جدا للمهندس خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي بيتكلم فيها بيقول هناك حالة سعادة واضحة في الشارع الرياضي بعد إنجازات الأهلي مؤخرا ولا توجد مكافآت خاصة للاعيب الفريق بعد الفوز بالسوبر طيب هناك حالة سعادة واضحة في الشارع بعد إنجازات الأهلي والمهندس خالد مرتجي بيقول هناك ليحة للبطولات والنادي الأهلي منظومة تسير وفقا للوائح معينة مبروك يا راش مهندس مبروك لمجلس الإدارة مبروك لكل الأهلوية الإنجازات الموجودة في الفترة الأخيرة وإن شاء الله نحتفل في مايو ويونيو بإنجازات أخرى إفريقية ومحلية دور الأبطال وكمان دوري العام إن شاء الله نحاول نخلصه بدري بدري عشان نستعد لمعمعة الموسم الجديد نخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه مستمرين عندنا فقرات تانية في برنامج الترند طيب موعدنا دلوقتي مع الترند المحلي اللي فيه تفاصيل مهمة جدا فتحناه واتكلمنا فيها النهاردة ومبارح لكن هنشوف المواقع تناولتها إزاي طيب نبدأ بقعاد الترند المحلي من حساب كورا 11 والتصرحات اللي خرجت بالأمس من الكابتن محمد فاروق الحاكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام واللي اتكلم فيها وقال كلام خطير أنا مبارح كنت بحذر منه قبل ما أسمع مدخلة الكابتن محمد فاروق قال مسؤولين في الاتحاد الإماراتي ولجنة الحكام كلموني وزعلانين جدا من الكلام اللي طلع أن ماتش السوبر اتلعب من غير فار وقالوا له هيتعامل بيان رسمي من الشركة وهينزل خلال الساعات اللي جاية ده كلام أنا كنت بحذر منه مبارح وقبل ما يطلع الاتحاد أو لجنة الحكام تنفي الكلام الفارغ اللي اتقال قلت يا جماعة أخدوا بالكم من التفاصيل دي لأن دي مباراة مش بنتنظم في مصر دي مباراة بتتنظم خارج مصر ولما يكون الأمر مرتبط بتقنية الحكام الفيديو المساعد انت بتتكلم على أمور ليها علاقة بقى بالآيفاب والاتحاد الدولي وبيبقى من الغلط أنك تبقى أي المباراة هتتلعب بتقنية الفارغ وانت أصلا على المستوى العام اللي مش لعيبها بتقنية الفارغ ده أصلا عمليا ونظريا بيدر الشركة والمؤسسة اللي بتنظم المباراة عشان بس تعرفوا اللي بيطلع يقولي الكلام ده هو مش عارف هو بيقوله إيه بيقول أي تخريف وبيكذب أي كتبة وعايز يعمل بروباجندا وخلاص لنهو تعود على البروباجندا دي ودايما الناس فاكران هو كده بيعمل شغل كويس جدا ده بالعكس ده بيعمل شغل يعني يودي في دهية بالمعنى البلدي لأنه أنا بريح حذرت وقلت الكلام ده غلط والكلام ده ما ينفعش ولازم يكون فيه رد كابتن محمد فروبا لما طلع رد قالي الكلام اللي أنا كنت متخوف منه إن فيه بيانا هيصدر من الشركة المنفذة وإن فيه حالة استياء كبيرة جدا من الزملاء أو الأشقاء في الإمارات على التصرحات أو الكلام الغير مسؤولي اللي يتقال من أحد الأشخاص للأسف في اللي زي ما يكون اسكليت كده كان متحضر اطلع قول كده وأنا هقطع الفيديو وأخذه معي في الحلقة للأسف يعني الناس مش مستوعبة هي ازاي بتصدر صورة سلبية عن الإعلام الرياضي في مصرح نحاول نقدم صورة إيجابية وفيه ناس مصرة تاخدنا في الصورة السلبية عشان كده أنا مستني إن يكون فيه تحرق قانوني من اتحاد القرى يعني مواجهة الأخبار الكاذبة اللي بتخرج بالشكل ده لإن فيه ناس كان هدفها بس تفسد الصورة اللي خرجت بيها لقاء السوبر خناء لجنة انضباط الفرم الشغال كل الكلام ده طلع كلام فارغ كله طلع كلام فارغ طيب نروح كمان ونشوف ايه معانا تاني في تريند المحلي يلا كورة حقيقة معاقبة لعاب الأهل وبيراميدز وبرضو زي الجزئية اللي كنا بنكلم فيها البارح والنهاردة أكد مصدر أن الاتحاد المصري لقرات القدم لن يتخذ أي إجراءات ضد أي من لعاب الأهل وبيراميدز بعد المناوشات التي شهادتها مباراة كأس السوبر بينهما المصدر قال في تصريحات ليلا كورة إن الحكم لم يقم بإدانة أي لاعب يا جماعة طالما الحكم مخدش قرار إداري داخل المباراة بإنذار أو كارت أحمر يبقى هو عيش الحدث وشايف إن مفيش حاجة تستدعي دا سيبك أنت الشاشة موضحة لك إيه؟ الحكم في الملعب شايف إيه؟ الصورة ممكن تكون خادية عليك آه ممكن يكون فيه لعيبة بتجري مزعلانة من تصرف للعب يعني تصرف سيء جدا بيدل إن ما عندوش روح رياضية لكن في نفس الوقت ما تخدناش بقى في سكرت لجنة انضباط لجنة انضباط هتحسب على إيه؟ في ظل الحكم نفسه شايف إن مفيش حاجة غلط مداش قرار إداري مداش إنذار مداش كارت أحمر لجنة انضباط إيه؟ فالالتحاد طريع نفع والناس بتأكد إن التقارير نفسها ما فيهش تحويل لجنة انضباط هي دي الجزئية الناس عايزة دايما تعمل مشكلة شايفة إن الفرحة أو شايفة إن الحدث نجح وفيه ناس زعلانا فنحاول نعمل أي بروباجاندا عشان الناس الزعلانا ما تزعلش قوي يعني تزعل شوية بسيطة عشان ما تبقاش الفرحة كبيرة قوي وطغية في ظل إن فيه ناس زعلانا بسبب قراراتها الغير مسؤولة إن هي ما كانتش موجودة طيب آخر حاجة معنا في الترند المحلي ربطة الأندية وردها على بيراميز في فكرة طلب التأجيل قالت ربطة الأندية أنها تستند على المادة 109 للرد على غضب بيراميز مباراة الإسماعيل والبيراميز وكننا عارفين إن بيراميز رجع بسبب ظروف التهيران متأخر وكان عايز يأجل المباراة يعني بصوا كان يفضل إن بيراميز لو عايز يأجل كان طلب كل ده قبل ما يسافر لكن طبعا الربطة عندها ليحة والمباراة تلعبت وخلصت فالمباراة تتلعب في وقتها ما بين بيراميز والإسماعيل لكن تسألون أنا بجد فرقة أنقذت الموقف وراحت ولعبة مباراة كبيرة وكانت راجعة من جنوب إفريقيا وراجعة من لقاء السوبر يوم الحد وعايز تلعبها التلات صعبة جدا فيه فريق تاني مريح من 26 أربعة لتسعة خمسة ليه؟ محدش عارف من 26 أربعة لتسعة خمسة طب كانت فيه مباراة سوبر خمسة خمسة ما حططلوش مباراة ما كانها ليه؟ محدش يعرف بس إحنا بنسجل موقف عشان الناس تبقى فكرة معانا اللي بيحصل خلال الفترة الأخيرة نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا المزيد في برنامج التريند طيب الفقرة الأخيرة ووقتنا عشان بيجر معاكم بسرعة نروح بسرعة ونطير إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة مع الزميل العزيزة محمد توفيق موفد قناة الأهل عشان نعرف منه آخر الترتيبات في أول تدريب للفريق قبل الصفر إلى تونس غدا بإذن الله توفيق مسائل فل عليك السلام الخير زميل العزيزة محمد تحياتي ديك ولكل مشاهدة قناة الأهل في كل مكان طيب سريعا معاك عشان وقتنا طمين على الفريق النهاردة أول تدريب كل اللاعبين التزم وموجودين في المران عايزة طمين على السرية محمود متولي آخر الأخبار اللي عندك زي ما قلت محمد بالفعل ده أول تدريب عقب العودة من الإمارات بعد مباراة السوبر وإن شاء الله استعدادا للصفر غدا بإذن الله إلى تونس لخوض المباراة من دور نصف النهائي أمام الترجل التونسي زي ما أنت شايف قراتين مختلفتين من بلد إلى بلد النادي الأهلي زي ما أنت شايف ده قدره وده قدر كل جمعين النادي الأهلي أنه كل يوم بتلعب على بطولة جديدة محمد وهدف فيها دايما أن نكتب أرقم واحد وإن شاء الله تحق اللقب الحمد لله حقنا رقب السوبر وبإذن الله كمان نقترب خطوة جديدة من الأميرة الإفريقية التحقيق لقب الحداشر بإذن الله رب العالمين أكيد الفريق عقب العودة من الأميرات يمكن جازل فني منح اللاعبين أجازة السبت والأحد والنهار δه الاثنين أول تدريب زي ما انت قلت التدريب ده الأول بعد العودة من الأميرات الحمد لله كل العناصر موجودة في تدريب الفريق أكيد عمر السلايا الحمد لله عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية ويه موجود مع الفريق كمان حابب أطمنك رام ربيعة ياسر إبراهيم موجودين في التدريبات الجماعية وبيخضوها مع باقي زملائهم كمان محمد الضو كريستو اللاعب التونسي موجود في التدريبات الغيابة الوحيدة عن تدريب اليوم هو محمود متولي ولكن بيجري بعد التدريبات في الجيم طبعا دكتور حمد أبعابلة اتكلمت معاه فقال لي ان الحمد لله متولي اطمانين عليه بشكل كبير حالته احسن كتير جدا الاستجابة ورد الفعل بقى افضل كتير جدا ودرجة الوعي بقت تم الحمد لله فضل بس الجهاز الفني ان يكون موجود النهاردة في الجيم يعمل بقى التدريبات الستشفائية الخفيفة وبقى ان شاء الله يكون موجود مع تدريب الفريق بإذن الله وهو التدريب الاخير قبل سفر الفريق الى تونس بإذن الله رب العالمين كان التدريب محمد زي ما شفت في اللقطات اللي وصلتك كان تدريب بقى قوي جدا ومن بعد ان شاء الله استكمالا ليه بقيت فقرات التمرينات هيبقى التدريبات الفنية بكرة وكمان التأسيمة حابة كمان نطمنك على بقية استرادات الفريق ورح تلوته ان شاء الله الى تونس يمكن كابتن سهل عبد الحفيز مدير القرى بالنادي الاهلي وكابتن سامير عدل المدير الإداري سبقوا الفريق بالفعل النهاردة الى تونس وتم سفارهم لأخر الترتيبات الإدارية وفندق القامة ملعب التدريبات زي ما تعودنا دايما كابتن سهل عبد الحفيز بإذبق وهو كابتن سامير عدل الفرقة بيوم دايما علشان ينهوا كل هذه الترتيبات على الجانب الآخر الفريق بإذن الله هيخوض على ملعب الاهلي هنا بالجزيرة بكرة تدريب صباحي أخير وبإذن الله الصفر الغدل ينتونت فيه تمام الرابعة محمد بكل دعوات جميلنا لأهلي بإذن الله بحظة البطولة محمد شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفي على كل هذه الأخبار طمنا على السلية طمنا على ياسر إبراهيم طمنا كمان على رامي ربيعة وإن شاء الله يكون الفريق كامل والصفوف في مواجهة الترجي التنسي في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا نلتقي وحلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء